اشتركوا في القناة فريق الاكوادور من تسجيل هدفين دون مقابل واجريت المباراة الارضية ملعب جيلورا بمدينة سورابيا لحساب الجولة الثانية من منافسات كأس العالم المقامة باندونيسيا علاقة بكأس العالم منتخب اوز باكستان فازل منتخب كندا بثلاثة اعداف لصفر لحساب المجموعة الثانية ولحساب المجموعة الاولى اندونيسيا متعدل مع منتخب بانما بهدف لمثله الى منافسات البطول الاحترافية التي عرفت اجراء مباريات الدورة التسعة نهاية الاسبوع في النتائج حسني تقادير تعدل مع تحط تنجا بهدف لمثله شباب المحمدية خسر امام نهضة زمامرة بهدفين للصفر فوز اولمبيك اسف على الجيش الملكي بهدفين للصفر شباب السوالم تعدل مع الرجاء الرياضي بالصفر لمثله الفتح الرباطي تعدل مع نهضة بركان بهدفين لمثله وفريق المغرب تطواني تعدل مع المولودية الوجدية بهدفين لمثله المغرب الفاسي خسر امام تحط تورغا بهدفين مقابلة للشيء الترتيب المؤقت في انتظار اجراء المباريات المؤجلة في المركز الاول للجيش الملكي نهضة بركان الرجاء الرياضي 17 نقطة المركز الرابع المغرب تطواني وفريق الفتح الرباطي 15 نقطة المركز السادس المغرب الفاسي 14 نقطة المركز السابع الويداد والتحاد تورغا 13 نقطة المركز التاسع نهضة زمامرة اولمبيك اسف 12 نقطة المركز الحادي عشر شباب المحمدية وشباب السوالم 80 نقاط المركز الثالث عشر تحط تنجا 7 نقاط المركز الرابع عشر حسنية اقادي الخمس نقاط المركز ما قبل الاخير يوسفية برشيد والمولودية الوجدية باربعي نقاط نهاية نشرت الرياضة بين الشوطين لهذا اليوم دمتم في رعاية الله الى اللقاء